يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن حاملاً معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية في هذا الإطار قامت مؤسسة رعي مصر بتوزيع ملابس عيد الفطر على 1350 طفلاً من الأسر الأولى بالرعاية في مركز بني مزار بمحافظة المينيا بنوزع ملابس لكل الأسر الأولى بالرعاية نحن معنا النهاردة أكتر من 570 أسرة بمعدل تقريباً 1740 طفل نحن النهاردة مراعيين أن كل طفل يدخل مع فرحة العيد يكون معاه كل اللبس بتاعه الطاجم الخارجي والطاجم الداخلي والشوز حتى كمان اللعبة بتاعته بنبعمل حسابها والحاجة حلوة بتاعته كمان عشقاتاً نفرحه ممتوا طبعاً لتعبانة وجاية معايا برضو بربما مراعيين أن نبسطها وبنديها حاجة حلوة بتاعتها والنهاردة تحديداً في مركز بني مزار معنا المبادرة النهاردة والأطفال بنحاول نفرحهم بفضل الله كل الأطفال إن شاء الله بيأخذوا ملابس كاملة تأتي هذه المبادرة للتخفيف عن كهل الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال في عيد الفطر المبارك احنا بنهتم جداً جداً بأن احنا ناخد الأسر الأولى بالرعاية علشان نفرحهم ونقول إنه أنتم موجودين احنا بنحبكم ومصر دايماً بتدور عليكم وبتدور على إنسانيتكم وعلى فرحتكم احنا بناخد الأطفال بنفرحهم بنيديهم لبس وشوزات ولعب وحاجات حلوة علشان نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين ابتسامتكم فرحة لقلوبنا كلنا أنا مبسوط جداً بأن أنا موجود هنا وبحاول أن أعمل حاجة حلوة بأن أنا أبسط الأطفال اللي بيجوا أو الأسر اللي هي أكثر احتياجاً فاحنا بنشكر مؤسسة رعاية مصر كتير وبنشكر التحالف الوطني وهكذا يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركناً مهماً في دعم جهود الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير متطلباتهم في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية الإنسان ترجمة نانسي قنقر